عايزين بقى نعمل لينك لصفحات ويب مع بعض مش احنا قولنا هايبر تكست ده نظام البرمجة اللي بيربط صفحات الويب ببعض فاحنا عايزين نربط صفحة ويب بالصفحة اللي احنا هنعملها دلوقتي احنا اخر حاجة وقفنا عنها السوبر سكريبت والسبسكريبت هنمسحها وتعالى نكتب هنا www.gmail.tech انا كتبها هنا كلمة عادية لما اعمل run هتظهر لي هنا ال link كلمة عادية مش بضغط عليه انا عايز بقى اخلي ده مش كلمة انا عايزها link لو ضغط عليه اروح لجمال.tech هنعمل الكلام ده ازاي فحاجة هنا قبل السطر بتاعي هعمل تاج اسمه ايه الايه ده ليه خاصية اللي هي reference بتعمل reference hyper reference href equal ايه بقى ال reference بتاعي هروح فين هعمل double quotation واكتب جواها www.gmail.tech وقبل التلاتة w هنمكاتب http s بعد النقطة تنفق بعض واثنين slash ده العنوان الكامل للموقع وبعدين اجي في الاخر بقى او مقافل التاج اللي هي الايه خد بالك انا بقفلها بايه بس لان هي اسمها ايه بس ال href وكل الكلام ده ده attribute يعني خاصية في الايه حاجة زيادة في الايه اعمل بقى ران زهر لي المرة دي الموقع لونه ازرق وتحتيه في خط لو ضغط عليه المرة دي كليك هيفتح موقع جمال.تك زي ما اتفقنا احنا بنستخدم rebel rebel في شوية حاجات مش بتشتغل ده مش معناه ان انت عندك مشكلة خلص لكن احنا بنستحمل rebel عشان احنا بنتعلم ففي اللي ما عندوش لابتوب في اللي بيستخدم موبايل فريبل ده حاجة سهلة جدا بتستخدم من الموبايل المهم ان احنا نتعلم طب ازاي انا عايز اتأكد ان دي شغالة تعال انجرب الزرارة اللي تكلمنا عليه قبل كده ده open in a new tab حضغط عليه. فتح لي الصفحة اللي احنا عملناها في tab تانية وهي www.gmail.tac موجودة بالازرق وتحتها خط. حضغط عليها هنا. هتفتح هنا عادي. فدايما في طريقة لو ما اشتغلتش هنا هتشتغل في حتة تانية. لكن هي شغالة ده اللي احنا كتبينه ده صح. فانت برضو متقلقش. لو في حاجة فريبل مش شغالة ممكن تقفل وتفتح تاني وتكتب نفس الكود تاني هتلاقيه يشتغل. طيب قفلنا. طب في الحالة دي بقى طالما انا اصلا بكتب اسم الموقع هنا. يبقى www.gmail.tac دي مش لازم تكتب كده. انا ممكن اكتب اي حاجة. يعني انا ممكن اجي انا ممكن اكتب مثلا. google.com. لو ضغط عليها هتروح فين? هتروح لجمال تك. ليه? عشان الاتريبيوت هنا. اللي هو الهايبر ريفرنس بيروح لجمال.تك. تعالوا نعمل رون. طبعا هي هنا مش هتشتغل. فنفتحها هنا. new tab. واضغط على جوجل. اهي مكتوبة جوجل. بس لو ضغطت عليها. تروح على جمال.تك. طيب انا مش عارف الاتش تي تي بي اس دي. فيه ناس مش عارفها بتتلاقب فيها او الخطين او الحاجات دي. طب انا بقى عرفها ازاي. لو عايز تعرفها افتح كده. وكتب جمالتك. اللي ظهر فوق هنا. خده كده زي ما هو. وعمله كوبي. وتعالوا هنا. اعمله بيست. هيظهر بنفس الحاجة. اتش تي تي بي اس. ونقطتين وصلاش دابلي دابلي دابلي. معين هنا. اللي ظاهر عندي جمال.تك بس. لكن الحاجات الباقية موجودة ومش ظاهرة. لما انا اعمل كوبي بتتعامل كلها كوبي مع بعض. فانا مش محتاج احفاظها برضو. فيش حاجات تتحفز خالص في البرمجة. طيب في حاجة بقى ناخد بالنا منها واحنا شغالين كل ما اضغط على جمال.تك او جوجل.تك او اي حاجة بتغير الصفحة اللي انا موجود فيها. وتخليها جمال.تك. طيب انا عايز الصفحة القديمة وعايز جمال.تك اضغط عليه الصفحة اللي انا اشغال فيها ذات نفسها اتحولت. طيب انا محتاج الاتنين. اكد الصفحة القديمة راحت. انا عايز الاتنين مع بعض. اعملها ازاي. فحاجة هنا. قبل الهرف او او بعديها مش هتفرق. فيه اتربيوت التانية اسمها تارجت. نحاول ايكوال اندرسكور بلانك. يبقى تارجت اهي. ايكوال بين ضابل كوتيشن اندرسكور بلانك. ده المفروض يعمل ايه? يفتح الموقع بتاعي بالسفتاب تانية. يبقى القديم موجود والجديد موجود. تعالى كده نعمل. ران ونشوف الفرق هيبعمل ازاي. طبعا الفرق مش هيبان في شكل الصفحة. شكل الصفحة زي ما هو. هدغط على جوجل دوت كوم. فتح لي صفحة جديدة لجمال دوت تاك. هرجع تاني على القديمة. القديمة هي. الجديدة هي. يبقى كله موجود في نفس الوقت. ليه عشان انا استخدمت التارجت. وقلت له يفتح الموقع في صفحة تانية في نيو تاب. يبقى القديم موجود والجديد موجود. طيب انا متلغبط دلوقتي انا اعملها جوجل. وبعدين اجي اضغط عليها يطلع لي جمالتك. طب انا يعني طب ازاي انا اعرف. يا دين المفروض تفتح ايه. فانا ممكن اوضح لك. اجي هنا. برضو اتريبيوت تانية. اخد بالك ان كل اللي احنا نكتبه ده جوه الايه. جوه القصين. بتوع الايه الاولانية. مش القفلة. القفلة مفهاش حاجة. فحاجة هنا بعد التارجت حسين مسافة. واكتب تايتل. واكتب في تايتل ده. مسلا جمالتك. واعمل رام. تايتل ده بقى بيظهر فيني. لما اجي هنا على جوجل وحط الماوس عليها. انا مش هضغط كليك. هحط الماوس بس عليه. بص اللي هيحصل. ظهر كلمة جمالتك تحت صغيرة. يبقى التايتل ده بيوضح لي. لما بس حط الماوس على حاجة. يظهر لي كلام كده تاكست بيوضح لي هو ايه ده? هو ده هيوديني فيه. ممكن اكتب اي حاجة. ممكن اكتب هنا مثلا. كليك. تو جو تو دابلي 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 دوت جمال دوتك. فانا بيوضح له. كتبت الجملة هي كلها. كليك تو جو تو جمال دوتك. عملت اتنين قل. عمسح واحدة. اعمل رام. لما حط الماوس عليها بيشرح لي كليك تو جو تو جمال دوتك. يبقى انا لو ضغطت على جوجل دي مش هتفتح جوجل ولا حاجة هتفتح جمال دوت تك. طيب انا حاجي بقى هنا اغير جوجل دي عشان ايه شكلها مش مش ظريف. خليه هنا جمال دوت تك. واجي تحت هنا عايز اعمل زرار تاني. لما اضغط عليه ابعت اوتوماتيك ايميل لجمالتك. طيب فحقول ايه خلي مثلا اه كونتاكت اس. الكلمة اسمها كونتاكت اس. لو انا اضغط على كونتاكت اس يبعتلي ايميل. طيب الايميل بتاعنا اسمه ايه اسمه infoatgmail.tic. طيب ازاي هخلي الكلمة دي تبعت ايميل. تعال كده نخلي السي كابتل. وليو كابتل. هعملها بنفس التاج اللي اسمها ايه. وحقفل التاج. طبعا خد بالك التاج دي لو انا كتبتها كابتل او سمول مش هتفرق. حتى عملنا الاتش كابتل والتي سمول والام كابتل والل اسمه مش فارق خالص. طيب وبعدين حاجة هنا اكتب href equal. لما انا كنت عايز اروح لصفحة او لموقع زي مسلا جمال.tic. عملنا هنا https او http حسب الموقع. بعيد نقطتين فوق بعض وكتبنا الموقع. طب لو انا بقى عايز ابعت ايميل. باكتب ايه? باكتب mail to. mail to. وبعد النقطتين فوق بعض. واكتب الايميل بتاعنا اللي هو info.at jammal.tic. المسافة دي ما لقاش لازمة. ممكن نمسحها. تعال نطلع فوق. نعمل run. ظهر لي. جمال.tic. وبعدين مسافة. وبعدين contact us. طب انا عايز ابتحت بقى اعمل ايه? اجي هنا. ما بين الكلمة اللي فوق. وما بين ال contact us اللي تحت. وهم عامل br. خدناها قبل كده. بتعمل سطر. وهم دي سرن. اضغط عليها. فتح على طول الميل. وقال لي اختار عايز تبعث بايه? اختار مسلا جوجل او اي حاجة وابعت الايميل بتاعي. طيب بس انا لما حط عليها الماوس انا مش عارف ايديك تعمل ايه? او بتوديني فين? مش عارف. فتعال نعمل لها title برضو. يجي هنا نقول title equal double quotation ونكتب جواها send email to info at جمال.تك. يبقى اي حد يحط الماوس عليها? يعرف على طول هي دي بتعمل ايه? نعمل run. احط الماوس عليها كده. احيظهر مكتوب send email to info at جمال.تك. طيب ده في حاجة تانية احسن. لو انا عندي رقم تليفون جمالتك انا مش عايز ابعت الايميل انا عايز اتصل بهم. فانا ممكن احط رقم التليفون. ولو ضغط عليه يتصل اوتوماتيك. بس طبعاً ده مش هيشتغل غير لو انت بتستخدم الموقع من الموبايل. لان لابتوب مفهوش اتصال. فلو انت عندك الموبايل ضغط على رقم التليفون اوتوماتيك يفتح او يعمل مكالمة. تعال كده نشوف هنعملها ازاي? اول حاجة هعمل A. واجي هنا HREF equal. لما كنا بنروح على موقع كنا بنكتب HTTB او HTTPS. بنبعط email بنكتب mail to. وعايزين نتصل بتليفون. بكتب tell tel. نقطتين فوق بعض. رقم التليفون بتاعنا ايه? زائد اتنين. زير وعشرة. تلاتة وتلاتين. تسعة وتسعين. تمانية وتمانين. اربعة واربعين. خد بالك ده. جوه ال A. جوه التاج بتاعت ال A. مش بيظهر برا. لازم ادي له هنا رقم. او ادي له text عشان يظهر للناس. ممكن هذا text دي يكون مثلا call us. ومنيجي هنا نقفل ال A. بتاعي نعمل run. call us هو موجود. بس على نفس السطر بتاع contact us. عشان ما عملناش بي ار هنا. تعال نعمل بي ار هنا. ونعمل run. يبقى الموقع هو. لو ضغط عليه روح الموقع. ومكتوب click to go to gmail.tec. لو ضغط هنا يبعد ايميل. ومكتوبه هو send email to info at gmail.tec. او حطيت الماوس هنا مش مكتوب حاجة عشان لسه ما عملناش. لكن لو ضغطت عليها. وانا بستخدم الموقع من الموبايل. هيعمل مكلمة او حيتصل بجمالتك. طيب تعال نزود التايتل بتاعها عشان الناس تفهم. هولنا title equal double quotation ونكتب call جمالتك. بلاس اتنين زيرو عشرة تلاتة تلاتين تسعة تسع تسعين تمانية تمانين اربعة واربعين. نعمل run. حط الماوس عليها. ظهر اهو. call جمالتك. وحط رقم التليفون. طيب خد بالك مش لازم نعملها contact as ومش لازم نعملها call as. في مواقع تانية بتعمليه بتحط رقم التليفون هنا. وبتحط هنا الايميل. زي ما احنا هنا كتبين الموقع بتاعنا. فكنت اكتقصت على نكتب هنا الايميل على طول. info at gmail.tec. واي حد يضغط عليه يوم باعت ايميل info at gmail.tec. واجي هنا او مكاتب رقم التليفون واي حد يضغط عليه يتصل برقم التليفون. نعمل run. يبقى انا عندي الموقع لو ضغط عليه يفتح الموقع. عندي الايميل لو ضغط عليه يفتح ايميل. وعندي رقم التليفون لو ضغط عليه اتصل بيه. طب لو انا بقى عندي الموقع بتاعي فيه اكتر من صفحة. وعايز اربط الصفحات دي ببعض. تعال هنا اول ما عملنا ريبل كان طلع لنا ثلاث ملفات. ملف index.html وسcript.js وعندنا style.css. طب لو انا عندي html تاني. فتعال هنا عند الملفات جنب كلمة فايلز. هتلاقي فيه هنا زرار لو وقفت عليه. هيطلع كلمة new file. طبعا احنا عرفنا بقى دلوقتي الحاجات دي بتتعمل ازاي. لما بقف على اي حاجة. الكلام اللي بيزهر ده بيزهر ازاي. وحضغط عليه. وهقول له عمل لي ملف تاني. اسمه مثلا. gt.html. واضغط enter. سيطلع لك الملف هنا. سيتسايف تحت ال index.html. فتعال نكتب هنا اي كود. احنا عارفين الكود. سكتب هنا html. بس تعال نجرب ال capital و small. سكتب ال h capital. وال t small وال m capital وال l small. بعين تحت اقفل التاج بتعطي ال html. بص اقفالها بنفس الشكل اوتوماتيك. عمل ال h capital وال t small وال m capital. انا بقى عايز اعكسها تحت هنا. خلي ال h small. وال t capital. وال m small. وال l capital. عشان بس نعرف ان ال capital و small مش هيفرقوا في اي حاجة خلص. بعين عندنا head. ونقفل ال head. وجو ال head في title. ونقفل ال title. ونسميه مثلا new page. دي صفحة جديدة. وبعدين عندنا body. ونقفل tag بتعطي ال body. ونكتب جواها this is a new page. دي صفحة جديدة. هي اوتوماتيك هتتسايف. نرجع بقى تاني. انا عايز بقى اعمل hyperlink. لما اضغط عليه يروح للصفحة الجديدة بتاعتي اللي انا عملها. بس دي موجودة فين? دي موجودة عندي في نفس الفولدر. في نفس المكان. مش محتاج بقى اكتب قابليها https ولا www ولا اي حاجة. هكتب اسمها بس. هي اسمها ايه? اسمها gt.html. في حاجة هنا. اقوم عامل br. واعمل a و href. equal. واكتب جواها gt.html. بس كده من غير اي حاجة قابليها. لان هي موجودة عندي في نفس الفولدر. واقفل a. واجه في النص اكتب اي حاجة. اكتب مثلا new page. عشان احنا عملنا اسمها new page. فلما اضغط على new page يفتح ال new page. نعمل run. ظاهر عندي اهو كلمة new page. اضغط عليها. فتح الصفحة الجديدة اللي اسمها new page. مكتوبة هي بفوق اي. this is a new page. طبعا التايتل مش موجود احنا قلنا ان هو في ال web view هنا مش بيبان. لكن ممكن اضغط على الزرار ده. اللي هو open in a new tab. عشان يطلع لي ال body والتايتل بتاع الصفحة.